طيب في جزئية كمان مهمة جدا اختم بيها فقرة الانترو وليها علاقة باسم ومكانة النادي الاهلي دايما الجمهور بيبعدت لنا كده رسائل وبيسألنا ليه دايما اسم الاهلي بيتم تدوله بشكل كبير ليه دايما بعض اللي عمين بيحطوا اسم الاهلي في جملة مفيدة انا اقولها لكم منظور اقتصادي وتسويقي يعني بمين نحن بنتكلم في اقتصاديات وخسائر مالية وارقام مالية كبيرة اسم الاهلي لو تحط في اي خبر الخبر دا بيوزع اسم الاهلي لو تحط على اي منشط الجورنان دا بيبيع فبالتالي اسم الاهلي في الفترة الحالية وبالمستجدات الموجودة خلاص فكرة الصحافة الورقية او المنشط اللي بيه او الخبر اللي يوزع لا ما بقتش موجودة زي الاول فدلوقت طالعين في حاجة جديدة اسمها التريند على السوشيال ميديا التريند يعني ايه يعني تحط اسم الاسم دا بيكون الاخصر تدولا ومتابعة ومشاهدة وقراءة فاسم الاهلي بينطبق عليه هذا الامر لو تعمل دراسة او تشوف الدراسات الاقتصادية على اسم النادي الاهلي لما بتحط في اي خبر او في اي فيديو او في اي معلومة او في اي موضوع بتلاقي الاسم دا مسمع بشكل كبير والموضوع دا مسمع جامد واللي بتحدث كمان عن الناس الاهلي بياخد شهرة وسيط كبير جدا هل دا طبيعي؟ في الظروف الحالية في الفراغ الحالي ممكن بعض الجهات ما يكونش من اختصاصها الحديث عن النادي الاهل لكن تحط الاهل في جملة مفيدة عشان تتابع وتتشاف طب الحل ايه؟ الحل هي حاجة واحدة بس انك انت كمتلقي او كمشاهد او كقارئ تقرأ او تسمع او تشوف الجهة الرسمية او الجهة اللي انت بتصق فيها وهي بتتكلم عن النادي الاهلي هنا هتقل نسبة المشاهد عن الجهة اللي بتتكلم عن النادي الاهلي بشكل سلبي لان معلماتها كلها غير دقيقة وغير صحيحة ما تقراش الموقع اللي دايما بيتكلم او بيكتب اي اخبار موقع دا نسبة اللي رأي عليه قليلة جدا فبالتالي مع مرور الوقت التصنيف بتاعه على الاقصر تدولها من المواقع بيقل بنسبة كبيرة فبالتالي بيخسر نفس الامر بالنسبة للبيجات والصفحات عبر السوشيال ميديا نفس الامر بنفس المقياس نسبة المتابعة اللايقات الفيو كل ما بتبقى عالية كل ما بتدي مساحة للي بيجيب اسم الاهلي بشكل سلبي وبيتكلم عليه بشكل غير حقيقي بيتقلص دوره في الفترة اللي جاي دا اسلم حل واهم حل لكن في النهاية لازم المشاهد يبقى عارف كويس جدا ان اسم الاهلي بيبيه خبر في اسم الاهلي بيوزع فيجيو عليه اسم الاهلي او اللي بيتحدث عن الاهلي الاسم الاهلي موجود الفيديو ده بالنسبة المشاهدة بتاعته تبقى عليه فكل ما تتقلص المشاهدة والإراية والمتابعة هتلاقي في النهاية اللي بيتكلم عن الأهل بالسلب دوره يعني حصر في الفترة اللي جاية أكتر وأكتر ده أسلم حل وده المنظور اللي ممكن نناقش فيه فكرة ليه دايماً اسم الأهل موجود في بعض الأماكن اللي ليس لها دور أو منوطة بالحديث عن النادي الأهل حتى بعض اللاعبين القدامة ممكن يكون بطل من سنة واثنين وعشرة كان معايا بعض النجوم وقالي ليه ممكن يكون فيه مصلحة ما ما قدرش مثلاً أنه يشتغل أو يكون موجود فبالتالي بتحادث الأهل بشكل سلبي لكن في النهاية زي ما قلت لكم الأهل اسم كبير واقتصادياً الاسم ده بيجيب عواد اقتصادية كبيرة جداً على أي جهة بتتكلم عن النادي الآن فبالتالي أسلم حل الفترة الجاية تتعامل مع الأهل بشكل رسمي من خلال منظومته الإعلامية من خلال برامجه الرسمية من خلال إعلامه الرسمي ومن خلال نجومه اللي أنت بتأمن دايماً للحديث وسماع كل تصرحاتهم وسماع كل ذكرياتهم عن النادي الآن نعم